ثم أما بعد أيها الفضلاء أيها الإخوة نلتقي اليوم بحول الله عز وجل حول مفهوم جديد من مفاهيم القرآن الكريم ألا وهو أدب السؤال المؤمن يسأل عن دينه يسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مطالب كل مؤمن أن يسأل عن دينه لأن الدين به يتعلق مصير الإنسان في الوجود ولأن الدين إنما به يكون الإنسان إنسانا بالمعنى التكليفي للكلمة بمعنى الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان بهذا المعنى إذن يكون الإنسان مكلفا بأن يسأل عن دينه ومعنى السؤال عن الدين أقصد المعنى الحكمة معنى ذلك أن الإنسان يريد أن يعبد الله عز وجل فإذا كان الإنسان يريد أن يعبد الله سبحانه فلا يمكن إذن أن يكون السؤال إلا سؤال عباده وليس سؤال استكبار أي إذا كنت تسأل عن دين تسأل شخصا عالما أو تسأل كتابا تقرأه وتبحث بين صفحاته عن معنى من معاني التدين إن كنت تفعل ذلك قصد العبادة فلا يقول سؤالك في حد ذاته إلا عبادة وإذا كان السؤال عبادة فمن أول مختضايته أن يكون مبنيا على ذلة وخضوع وخشوع يعني الإنسان إذا كان يسوّل على الدين دير وكيسوّل باش يعبد الله عز وجل فهذا السؤال بنفسه هو عبادة لأنه يسأل عن العبادة ولكن إذا كان هذا السؤال هو عبادة فطبيعة هذا السؤال خص يكون مبني على قلب خاشع خاضع ذليل لله الواحد القهار أما إذا كان السائل يسأل وهو مستكبر أو يريد أن يحصل من المسؤول أو يحصل عليه عجزا أو يريد أن يمتحنه ليس إلا فلا يكون هذا السؤال سؤال عبادة لأنه ليس سؤالا مبنيا على معنى الخشوع والخضوع والذلة الحاصلة في القلب إذ يعبد العبد ربه لأن العبد لا يكون عبدا إلا بذلة لماذا ذكرنا كل هذا؟ لأنه مهم جدا فعلا في حياتنا بل لأن مصير حياتنا متعلق به ولا ينبغي أن نفهم فقط أن السؤال هو بالمعنى الضيق للكلمة يعني فقط حينما تسأل ما حكم الشرع في كذا لا ليس هذا فقط هذا وغيره كل بحث عن حقيقة الدين أي بحث عن حقيقة الدين تقنبش تعرف عن الدين متعطش لمعرفة إحكام الله لمعرفة الطريق التي تسلك بك إلى الله عز وجل كل هذه المعاني ينبغي أن تحصل من قلب خاشع خاضع متذلل متقرب بذلك إلى الله العلي القدير سبحانه وتعالى وهذا خلق قرآني وخلق سني ونقرأ من كتاب الله عز وجل آيات نستفيد منها معنا بالمفهوم المخالف ثم نسرد بعد ذلك ما يؤيد هذا المعنى ويقويه حتى يتأدب العبد في مقام العبودية بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى ولا وصول إلا لمتأدب بين يدي الله اللي غادي في طريق الله تعالى وما يتأدبش مع الله تعالى ما يوصلش نهائيا لابد من تحصيل نوع رفيع من الآداب وهذه منزلة من المنازل الإيمانية منزلة الآدب قص الإنسان يحصل معنى الآدب مع الله عز وجل نتعلمون تأدب مع رب الكون سبحانه وتعالى مقام العبادة يقتضي منا نحن العباد ونحن العبيد أن نتذكر أننا بين يدي المعبود سبحانه وتعالى بين يدي الرب القاهر فوق عباده الذي سبحانه وتعالى يسأل ولا يسأل الذي يبصر سبحانه وتعالى ولا يبصر سبحانه وتعالى لا يحيط بذاته وصف ولا يحيط بذاته سبحانه وتعالى الشيء بل هو محيط بكل شيء سبحانه عز وجل من الآيات التي نسردها اليوم القصة التي وقعت في سورة البقرة والتي من أجلها سميت البقرة بالبقرة تعرفون سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن الكريم أكبر سورة في القرآن الكريم سورة البقرة وفيها أحكام كثيرة في العقائد وفي التشريع وفيها تفاصيل عن أشياء كثيرة ربما بعض الأشياء التي فصل فيها من مثل مثلا قضايا الطلاق والزواج والرضاع تم تفصيل فيها أكثر بكثير مما فصل في قصة البقرة قصة البقرة ذكرت في صورة البقرة في أقل من ثمون من القرآن الكريم وذلك بدءا بقوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يامركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلون تثير الأرض ولا تسكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلوا هذه قصة البقرة هذه قضية البقرة ومع ذلك سمى الله الصورة كلها صورة البقرة لماذا؟ أسماء الصور في القرآن الكريم مش عبثة وليست من فعل الصحابة ولا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه بل هو وحي نيوحى يعني أسماء الصور ذي القرآن توقيفية أمور أوحى الله عز وجل بها إلى نبي عليه الصلاة والسلام فسماها النبي عليه الصلاة والسلام بما سماها به الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك أو ينقص إلا ما ورد به الدليل من كتاب أو سنة طيب سر من أسرار التسمية يعني من بعض الحكم باش الله عز وجل سمى صورة البقرة بالبقرة رغم أن القصة قلنا ديال البقرة قصيرة جدا آيات قلائم من ما قرأت عليكم الآن هذا المعنى شامل لكل الصورة المعنى المقصود من قصة البقرة موجود في الصورة من أولها إلى آخرها وهذا المعنى متعلق بمفهوم مزدوج يعني واحد المعنى في جزياته أما الجهة الأولى فأدب السؤال أدب السؤال طريقة تعلم الدين وأما الجهة الثانية فهي السمع والطاعة لرب العالمين في أمره ونهيه وهذان المعنيان كل ما يتعلق بالطريق إلى الله عز وجل مجموع فيهما يعني قاعدك اللي تحتاج له في الطريق ديالله عز وجل كين في هذه المعنى بجوز وهما يرجعان إلى معنى واحد وهو معنى العبودية معنى ديالأدب ديالسؤال لله عز وجل والمعنى ديالسمع والطاعة كيخضعوا لمعنى واحد شامل وهو معنى الخضوع لله معنى العبودية للواحد القهار سبحانه وتعالى إذا كان الأمر كذلك فأول شيء ينبغي ويجب على المؤمن أن يعلمه في السؤال أن السؤال نوعان السؤال في جزي الأنواع سؤال يتقرب به العبد إلى الله كين واحد من نعدي الأسئلة فيها أجر عندك أجر أنك تسول وكين واحد من نعدي الأسئلة فيها وزر ولا تقرب إلى الله بل تبعد عن الله وتبعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأما السؤال الذي يقرب من الله عز وجل قلت قبل هو ما كان سؤال عبودية وسؤال خضوع وخشوع أما السؤال الذي يبعده العياذ بالله عن الله فما كان مبنيا على استكبار وما كان مبنيا على قصد التعجيز ولذلك وجدنا في هذه القصة التي خلاصتها أن بني إسرائيل قاتلوا بعضهم يهود في زمان موسى عليه السلام وقعت بنتهم وحد الجريمة صبحوا وحد النار وقعوا وحد مقتول بينهم فاتهم بعضهم بعضا وكادت حرب أهلية أن تقوم بين حيين عظيمين من أحيائهم جوجف خاض من القبيل ديول بني إسرائيل وهو يقتلوا بنتهم لأن بعضهم تهم الآخر بأنه هو القاتل فجاءوا إلى موسى يطلبون منه أن يعرفهم بالمجرم وهذا أول خطأ لأن السؤال في الدين إنما ينبغي أن يقع على ما يجب على العبد أن يعبد به الله وليس على ما وكل للعبد أن يبحثه ويفتهد فيه هذا السؤال واضح من البداية أنه سؤال غيب ثم سؤال غيب عن المسألة هم المسؤولون عنها هم قتله وكي سؤولوش كل يقتله طيب لنفرض أن العمر قد وقع فعلا على أصل سليم أي أنهم كان خصوم سؤول موسى وقد سألوه فعلا وأجابهم بعدما وقع ما وقع من شروط فإذا مات موسى من يجيبهم بعد ذلك على مثل هذه النازلة هذه نازلة قضية كيتتعلق فيها طلب الوحي ينزل فيها فإذا مات موسى من يجيبهم بعد ذلك من هنا كانت تشريع الإسلام خاصة لا يجيب عن مثل هذا وكان من سوء الأدب أن يبحث الإنسان عن أمور هو الذي ينبغي أن يجتهد في البحث فيها أن يسأل فيها عن قرآن أو السنة وغضي نعطيكم أمثلة تضيح المقال النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يسأل عن مثل هذا وكان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم وعلى رأسهم بني إسماعيل كانوا اكترسوا لموسى يسولوه 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 حتى هلكوا بكثرة السؤال وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مثل هذه الأسلال ومرة جاءه أعرابي وقال يا رسول الله أين ناقاتي جاءوا حد من الإسلام قال له فينين ناقاتي سبحان الله هو اللي ودرها لك انتج لي تهاتير قلب عليها فإذن ما يتعلق بجهد العبد الشغل ديالك انتا سير ديره وابحث واسأل الله الهداية ودير التحريات المادية لتجد ناقتك اليوم يجيبك محمد عليه الصلاة والسلام ومن بعد ما يتوفه الله شكلت القهس يقول له أين ناقاتي إذا بقوا الناس كل واحد يسول على أمور خاصة التي لا علاقة لها بالعبادة المحضة فعمر الحضارة والمدنية ما تقوم الإنسان إطلاقا ويحصل التواكل بين الناس اللي بغى يكون فيلقى المكلة اللي بغى المال فيلقى المال مثل هذه الأسئلة لا يجوز أن يبحثها الإنسان ولذلك من الخمول والكسل أن الإنسان يسأل من لا ينبغي أن يسأل في مثل هذا ولذلك سبحان الله تلقى هذك الإنسان ليه مش يقول لكوهان والصحراء لكي يجبوا الكنز أول طبيعة فيهم هو أنهم كوسالة ما فيه ما يخدم ولا يردم وهذا مناف ومخالف للشريعة لأنه خصوه يمشي يخدم خصوه يمشي يتحرك ويعبد الله عز وجل بالعمال ومثل هذا لا يسأل عنه ولا ينبغي أن يسأل نبي ولعالم عن مثل هذا فلذلك إذن غضب النبي عليه الصلاة والسلام يوما عن مثل هذه الأسئلة وهذا النهار النبي صلى الله عليه وسلم سولوه بحل الأسئلة وغضب وصعد المنبر وحمرت عيناه وغضب غضبا شديدا وصفه الصحابة قالوا ما رعيناه أشد غضبا منه في ذلك اليوم وأكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول سلوني وقفق المنبر ويقول سلوني سولو دبا سلوني سلوني فقام رجل وقال من أبي يا رسول الله قال له شكور ببا قال له أبوك حزافة وكان أباه فعلا يعني إذا أبغيت غير الأسئلة سولوا وكان هذا الأمر سلوني أمر تهديد لأنه حينئذ عليه الصلاة والسلام أوري النار والعياذ بالله بهذا الحائط أو كما قال كان يشوف النار والعياذ بالله جهنم عن ظهر الغيب الله عز وجل وراه العذاب الشديد وراه الأشكال فصار ينذر حينئذ أكثر مما يبشير فبدأ الصحابة يستعطفون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هدأ وقال لهم دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءه لتلفت لهم قد يلوجي يقول لي أين ناقتي إنما ينبغي أن يسأل عن علم ينفع في الطريق إلى الله عز وجل ومثل هذا واجب السؤال عنه ولذلك قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سووا لعلم لنا ما تسووا لشي على النقدي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عن مثل هذا يسأل سبحانه ويسأل رسوله عليه الصلاة والسلام ويسأل العلماء بعد إلى يوم القيامة وسؤال في مثل ذلك أي عن الله وعما يقرب عن الله سؤال فيه عبادة لأن السائل لا يكون إلا خاضعا لله خاشعا له متأدبا بين يديه سبحانه وتعالى من هنائذ كان سؤال بني إسرائيل سؤالا خطأا قتلوا واحد صمدوا التحريات القضائية في البحث عن المجرم ولذلك قال علماء الإسلام بعد لا يقضي القاضي بعلمه القاضي ما يقضيش بدك شي اللي يعرف هو مش معنى هذا الكلام يعني يخصوه يقضي يحكم بالدليل القاطع المادي الخارج عن ذاته لو أنه قاضي من القضاء تديس في الطريق وشف واحد مجرم كيدير الجريمة بعينه ولكن ما عنده شهود ما يحكم شايا تهو أخصو يجيب الشهود لا يقضي القاضي بعلمه والدليل على ذلك لو أنه رأى زانيين يزنيان لا يجوز له أن يوقع الحد عليهما حتى ياتي بأربعة شهداء فإن لم ياتي بأربعة شهداء حد هو حد القذف وإلا إلا تفتح القاضي يحكي بعلمه ويحكم بعلمه قال القوضاء كل واحد يخممها كيبغاها ويجيب لكي جيل هناك ويحكم عنك بعلمه لا يجوز القاضي محايد خارج من القضاء خارج من عناصر الاستدلال ومن عناصر الإدانة خصو الأدلة تكون موضوعية مشيذاتية كالتعلق به هو شهود يكونوا خارج الدازة وتكون عنده الأدلة متوافرة من اعتراف أو غيره من الأدلة المادية القطعية التي يمكن يعني يمكن يجي قاضي آخر ويبنع لها هي النيت وتخرج له النتيجة فمثل هذا قضاء إذن إذا كان المعنى هو هذا وتبين فعلا كما هو في حد الزنا أنه خص شروط موضوعية للحكم في الجرائم فلا ينبغي في جريمة أن نلجأ إلى سؤال من ليس مسؤولا عنه قتلوا قتيلا هم أولى بالبحث والتحر فأول سؤال كان سؤال غلط من لي مش هو الموسى يقول لشكن من القاتل طيب لما قالوا وبن إسرائيل كانت فيهم عجائب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا ما قالوا قابل الله عز وجل طلب موسى لأن موسى عليه السلام طلب من الله بش يوريه بشكل القاتل فقابل الله دعاءه ولكن بشر مدام أنه طلبوا ما لينبغي أن يطلب طلبوا الحاجة اللي مخصوش يطلبوها قول لهم يدبحوا بقراء وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذباحوا بقراء ما شهر قاعد حتيها وقال لهم دبحوا بقراء لا دبحوا بقراء لأن طلبتوا واحد الحقيقة ما شي من حقكم تطلبوها هذا غيب ويسألوا عنه موسى غضا يموت موسى كون يعطيكم بحالة الحقيقة إذن كون تخدموا لاجتهاد وتحقيق مناط الأحكام فيما يتعلقوا بنوازلكم ما تكونوا كون سألا في العقول ديالكم وتبقوا تسنوا الوحي إنزل في كل شيء بل الوحي إنما نزل بأصول المسائل وبما لا يمكن للعقل أن يصل إليه طيب إذا كان الأمر هكذا فقد أجاب الله عز وجل بأمرهم أن يذباحوا بقراء وكان يمكن أن يمتثلوا الأمر كالممكن يتبقوا الأمر ديالله تعالى بالعبادة ذبحوا بقراء ذبحوا بقراء ولكنهم قالوا تعنتا أدع لنا ربك يبين لنا ماهي الأمر الوارد من الله عز وجل يسمى لدى علماء الإسلام بالمطلق وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقراء يعني مطلق بقراء كما كانت هذا المعنى لأنها مفرد ناكرة فهو مطلق أي بقراء ذبحت أجزاء كما بغتكم كبيرة صغيرة شارفة مريضة صريعة والدى ما والداش كلها بقرة إذ بحوا بقرة ولكنهم يهود منذ الزمان القديم إلى الآن يخصهم يمحنوا موسى هذه الطبيعة ما يقبلوا ما يخضعوا حتى يمحنوا هذا اللي بغي يكلفهم لأن النفسية اليهودية نفسية استكبارية استعلائية ماشي نفسية ذي العباد الخشع الخضع إطلاقا هذه النفسية ما امتلكوها قط في التاريخ إلى اليوم قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ماهي طيب الله عز وجل العليم بأنهم تعنتوا وازدادوا تعنتا أولا السؤال في الأصل يالو غلط لما جاء الأمر بيذبح البقرة زادوا سؤال غلط وصيغته كلها سوء أدب قالوا ادعو لنا ربك زعمهما ماشي ربهم ربك أنت بحدك هادو ده باشكنهما هادو المؤمنين ديولهم ره ماشي الكفار هادو الذين آمنوا بموسى يا حصر الله عز وجل قبله أمر موسى بأن يختار من قومه سبعين رجلا لميقاتنا الله عز وجل يعني في قضية من القضايا أوحى إلى موسى باش يختار سبعين واحد من قوم موسى الخير دي القوم موسى يختارهم باش يمشيوا لعند الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى بكل شيء محيط يمشيوا لعنده سبحانه وتعالى لميقات وهذه الميقات المكان دياله هو طرصينة المكان لكلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام بنشاء وكيف شاء سبحانه وتعالى باش يعتذروا لله عز وجل يعتذروا لله على الغلط لدروا حينما عابدوا العجل لأن موسى مرة ذهب إلى مخاطبة ربيه عز وجل سبحانه وتعالى موسى كلم الله سبحانه فعبد بن إسرائيل العجل من بعده العجل الذي صنعه له مستامري من حليهم فحينما تابوا تاب الله علي ولكن قال لهم يجيوا سبعين واحد باش يعلنوا التوبة ذيالهم نيابة عن كل بني إسرائيل وموسى اختار سبعين واحد من الصالحين خيرة بني إسرائيل باش يمشيوا يعلنوا التوبة فذهبوا فعلا فلما كانوا بجانب الجبل جنب الجبل وموسى معهم وسيسمعوا موسى كلام الله سبعين ايدي اش قالوا لي قالوا ايضا احنا بغينا نسمعه كما تسمع فأسمعهم الله عز وجل كلامه في تلك اللحظة سبحانه وتعالى ولكن مع ذلك بغوفته موسى جعله ذكا وخر موسى صعقا وهو مضغوي فوتو موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر هدو صلحاء بني إسرائيل فما بلك بطلحائهم إذن السؤال كان في غاية السوء ادعو لنا ربك الله عز وجل كيم حنهم كيمه مضغوي محنوا موسى وهذه قاعدة استنبطها علماء الإسلام بعده من تشريع الإسلام مفادها المعاملة بناقيض المقصود المعاملة بناقيض المقصود ذك الشي اللي قصدوه هما من السوء ربك يعاملهم بالعكس دياله ولذلك في تشريع ديالنا الإسلام من قاتل مورثه حرما إرث إلا شي واحد قتل والعياذ بالله ذك اللي غادي ورث منه أول حاجة بعده قبل ما يتبقوه عليه لحد أنه مكي حرموه من الورد ما كي وردش ومن بعد ما يتبقوه عليه لحد طبعا بما أنه مورثه هذك شي اللي خل من أولاد فيكونوا محرومين أيضا من الورث ديال هذك المورث الأول لأنه بهم مورثه أصلا لأنه حرم من الإرث أعلاج لأنه إنما قاتلوا من أجل الإرث فيحرموا من الإرث أولا المعاملة بناقيض المقصود فبما أنهم بغوا محن موسى رب تعالى قالوا ما نغدل محنكم سبحانه وتعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تمرون إنها بقرة لا فارض ولا بكر ما هي شرفة ما هي صغيرة وسط عوان بين ذلك وسط وأصعب الأشياء الوسط سهل تلقى البقرة الكبيرة وسهل تلقى العجلة الصغيرة والوسط صعيب دائما فيما بغت الوسط كتوحل معه واش فعلا هذا وسط ولا ديزة شوية البقرة أو ديزة شوية العجلة وسط عوان بين ذلك وجاءته دين ففعلوا ما تمارون طبق رام غاديت زيد غير صعب ومع ذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها فجاءت شديد عشد مما سبق قال إنه يقول إنها بقرة صفراء البقرة الحمراء البقرة السوداء البقرة البيضاء الملونة بالأبيض والأسود أو بالأبيض والأحمر كثير ولكن هذا الصفراء ما شيعني كتشبهر صفرية لا صفراء بشرط ما هو الشرط فاقع لونها يعني ناصحاء كتشعل بصفرية قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني بدك اللون الفاقع الفاتح الجميل إذا نظر إليها الرأي اتعجب يا لها من بقرة يا له من جمال وحسن خلق لله الواحد القهار وكتزيد تعقد لهم الأمور أين هي البقرة الصفراء تم فهموا بأن ركجي غير فيهم وبأنهم القاتل راطيح ويتهددهم أن يقتل منهم الكثير لأنه لمحلش المعضلة الحياني يعني القبيلة يقول بني إسرائيل سيتقاتلان وتقع حرب ضروس ويقتل بعد ذلك ما شاء الله من القتل ويقع ما يقع من الجرح فافكروا القول القضية ما هي شيء لبيه لهم يخضعوا لأن من البداية هم مكبرين هزنا الراس على موسى فسألوا بعد ذلك السؤال الأخير وجاء سؤالا فيه استكبار سبارون وآدد يعني بغوا يتدبوا ولكن مع شوية الكبر بل مع كثير من الكبر والكبر في قولهم حكاية كما قال الله عز وجل قالوا دعوا لنا ربك بقين يقولوا ربك دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي رجعوا للسؤال الأول إن البقرة شابه علينا ضخنا ملقنا عارفين هذا البقرة في ناية إن البقرة شابه علينا صيغة يلخضع العبادة الوحيدة اللي قالوا هي هذه وإنا إن شاء الله لمهتدون زماء عفو راهنا بغينا في إعلند بحواهد البقرة دعوا غير فقنا وإنا إن شاء الله لمهتدون تم جل جوابنا رب العالمين حينما خضعوا مع أنهم مخضعوش الخضوع التام الكامل لله الواحد القهار قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول بقرة وعرة كالضرب كالتنطح كالتركل لا ذلول ما شي سهلا تثير الأرض ولا تسقي الحرف يعني كتجري وتنقز وتنوض الغبر وما تخدمش ما شي ديك البقرة اللي يجبدو بها المم البير ولا تسقي الحرف موسلمة لا شيئة فيها ما طير لها القرن ما مقطوع على الودن ما عورا ما بيهوالو فصح صحيحة ولكن رها بقرة ما صلحاش ما صلحاش لكم الدنيا فاللهم أخلي وتصلح لكم العبادة لأن ذبحها كان تقربا إلى الله عبادة إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف موسلمة لا شيئة فيها هذا دبا عجبهم الحق القوة بقرامة صلحاش قالوا له لا نجئت بالحق يعني الآن دبا عاد قلت الحق زي ما بنقبله هو يكتب عليهم دبا عاد قال الحق شو سؤال بني إسرائيل كيف دير والعياذ بالله فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فتدارأتم فيها دبا ربي تعالي يحكي السبب دي القصة إذ تفيد الظرف في الماضي هذا شي كله علاش محيط قتلتوا واحد النفس واختلفتوا فيها فتدارأتم تخصمتوا واختلفتوا بغيتوا تقتلوا فتدارأتم فيها والله مخرجوا ما كنتم تكتمون اللي مخبع شي حاجر بيخرج منه فقلنا ضربوه ببعضها لقاوا البقرة عند يتيمين كما قال المفسرون أو بعضهم فذبحوها وما كادوا يفعلون ربي تعالى من يد الحق قالوا هزوا طرف من البقرة وضربوها ذاك الميت هزوا طرف من البقرة ضربوها ذاك المقتول واتقعد فأحياه الله وقال قتلني هذا وأشار إلى ابن عمه قتلوا ولد عمه ثم مات يعني قال لك لم ديله أدش هذا ديله فرجع إلى موته ولذلك قال عز وجل كذلك يحيي الله الموت وراهما ربي تعالى الشيء اللي كيجحد به أنه يحيي الموت ورأوا ذلك بأعينه وعجبا عجبا لمن يرى مثل هذا ثم لا يكون بعد ذلك خاشعا خاضعا لله الواحد القهار بل يزداد تعنتا كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته أي الأدلة القاطعة لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصوة وفعلا وإنها لكذلك إلى يوم القيام أقصى قلوب البشر قلوب اليهود وهذا نراه يوميا الآن وقد رؤيا في كل مكان وفي كل زمان وجد فيه يهود وكذلك إلى يوم القيامة لأن غضب الله عز وجل تعلق بهم إلى يوم القيامة بنص القرآن الكريم الشاهد إذن في هذا الأمر كله أن هذه الأسئلة سيئة الأدب النبي صلى الله عليه وسلم أرب الأمة الإسلامية حتى لا تقع فيها مرة أخرى وهذه حكمة من حكام حكايتها في القرآن ربي تعليح لا تقع فيها مرة أخرى وعلم النبي صلى الله عليه وسلم معنا ربي أن هذه الأمة ستتأثر باليهود والنصارى وستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقليد اليهود والنصارى ما جعلوش ربي طبيعة في هذه الأمة يجعلوه أخطاء يمكن تكون في واحد الفئة قليلة من الناس أو تكون في فئة كثيرة ولكن واحد الزمن معين وكيعود ضرب بيجدد الأمة الإسلامية ويجيعود جيل صالح مجاهد مؤمن لأن الله تعالى حكم للأمة بالخيرية كنتم خير أمة نخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا حكم ثابت لهذه الأمة من الله إلى يوم القيامة واتباع بني إسرائيل يعني قضايا جزئية من مثل ذلك ما وقع للصحابة أنفسهم غير باش الإنسان يتربى بهذا الشيء ويرضباله في طريق دياله إلى الله عز وجل في طريقه إلى الله انتبه أنه ما يوقعش في الأخطاء دياله وده النصارى لأنها أخطاء شنيعة من أسوأ الأخطاء لأن فيها قلة الأداب مع الله عز وجل وسوء الأداب مع الله هو أبشع أبشع الأخطاء اللي يمكن يديرها الإنسان الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ديالهم لغزوة من الغزاوات ودازوا على واحد القبيلة ديال العرب جهال كفار وديرين واحد الشجرة عندهم واحد صدرة صدرة اللي تولد النبق صدرة كي يعبدوها والطريقة ديال العبادة ديالهم كما كيدروا كتير من الجهال فهذا الزمن الأضريحة والأحجار والبعض الأوسان الحديثة يعلقوا عليها الخيوط والحروزة فكانت هذه الشجرة هذه السدرة يعلق عليها العرب أنواطا يعني خيوط خيوط كل واحد يجي تبرك ويدير واحد الخيط هذا يدير خيط خضر هذا يدير خيط حمر هذا يدير من الحرير هذا يدير من الشراوط إلى آخرين وكل واحدة كيف يجدلوا فكانت هذه الخيوط الخيوط هي الأنواط وكانت العرب تسمي هذه السدرة ذات أنواط يسميها ذات أنواط اللي وحد في حاجة كيمشي يطلب ذات أنواط وسنان يعبد من دون الله الواحد بعض الصحابة عجبتهم فقالوا يا رسول الله ايجعل لنا ذات عنوات للي نحتعن وعد شجيرة بحالة دون على القوى لها الخيوط فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فناهم نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وبيل لهم بأن هذا الشرك الأكبر وما ينبغي لمؤمنين وحد الله أن يشرك به بعد ذلك كيف يشرك المؤمن بالله وقد وحد الله الواحد الأحد الفرض اصطمط والتوحيد أعلى نعمة في الدين أعلى نعمة في هذا الإسلام هو التوحيد وذلك ما وقع لبني إسرائيل قبل كانوا غديين مع موسى عليه السلام وشفوا واحد القبائل عبده أحجار وقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نفس الكلام ونفس الطلب الذي طلبته بني إسرائيل هو عينه بالذات بصيغة الأخرى طلبه بعض المسلمين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فلأن لله سننا في الإنسان لإنسان عنده واحد الأمور ربي تعلم تلبيت عليها أخطاء تتكرر ولكن من رحمت الله بهذه الأمة أنها سريعة الأمر بالمعروف سريعة النهي عن المنكر تغير من ذاتها بذاتها في ذاتها ما يصلح لها مع ربها هذه نعمة أما بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله هذه مصيبته ونرجو أن لا تقع بيننا هذه المصيبة أن لا نتناهى عن منكرين فعله بعضنا نعوذ بالله من المنكر فإذا قصة البقرة تكررت في هذه الأمة لما جاهدك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام أين ناقاتي؟ والأخر يقول له من أبي سبحان الله ما كان ينبغي للمؤمنين أن يسأل مثل هذا فجاءت إذن هذه القصة تربي الإنسان كيف يسأل ربه وعما يسأل ربه ومن السؤال السيء أن يسأل الإنسان عما ليس تحته عمل يعني أمور ما غديش تصلح تطبق ما يمكن لك الدربية للحسنة ولا السيئة ما صالحاش للتطبيق أشه تسول عليها الدربية هذا من سوء لأدب مع الله عز وجل ومن ذلك سؤال بعض الصحابة وبعض الناس إلى اليوم النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة وقشتقهم القيامة جاء بعضهم وقال يا رسول الله متى الساعة فحينما كان يسأل عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا إما أنه كان يجيب بالإنكار على السائل بأن ينبهه إلى العمل كما قال لبعضهم وماذا أعددت لها قال له واحد مات الساعة قال له واش وجدت لها كين شي حسنات أهربت من السيئات سول عليها دي شيء وواحد المرة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة من لدن قبيلة من القبائل جاءت تبايع النبي عليه الصلاة والسلام وجتد القبيلة فيها الناس كبار وفيها الناس صبار قالوا ليه مات الساعة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وشف هو عليه الصلاة والسلام هو واحد دري صغير معه قال لهم من لي كبر هذا فأجابهم بعبرة يعني أنه يسول على ساعته يعني المقصود أن الإنسان يشوف في الزمان ديانه وفي العمر ديانه كيمشي حتى يجتهد في العمل وعطاه دليل يخلعه يعني يوقع له ترهيبا وإنذارا وهو أن الجيل الصغير ديما سنة الله في الخلق كي ينسخ الجيل الكبير وهذا قلناه في الحصة السابقة الأجيال ينسخ بعضها بعضا كأوراق الشجر الأوراق والخضراء تدفع الأوراق السفراء إلى السقوط ثم تسفر الخضراء وبعد حينما توذن أوراق أخرى وهي ما زالت براعين للتفتق غير تفتق معنى ذلك أن الأوراق التي سبقت انتهى أمرها وهكذا طبيعة الناس بل هذه سنة الله في الخلق فبين النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الوفد من الناس سنة من سنن الله في الخلقي أما عن توقيت الساعة الكبرى فهذا ما لا ينبغي لمؤمن أن يسأل عنه لأنه لن يعمله ولأنه لا ينبني عليه عمل وذلك من طوق القرآن في أكثر من آية كما في قول عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرصاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها سبحانه وتعالى فهذا مثل هذه الأسئلة التي لا ينبني عليه عمل لا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها من سوء الأدب مثلا أن يسأل الإنسان عن كلب أهل الكافي كما يسأل عنه بعضه تلقى بعض الناس بل ألفوا فيه وكتبوا كلب أهل الكاف واشكال ذكر أو أنسى ولا أخير ماذا يفيدك في الحرام والحلال يسألون عن موسى المرأة التي تزوجها بنت الرجل الصالح هل هي القبرى أم الصغرى ومن ذلك ها أنت علمت الكبرى أم الصغرى ماذا يفيدك ذلك في العمل فكل علم هذه قاعدة خرجوا علماء أصول الفقه في الإسلام كل علم ليس تحته عمل فهو باطل يعني لا يصلح لك لا في الدين ولا في الدنيا ومن سوء الأدب في السؤال في أمور الدين إنما يسأل الإنسان عما يتعلق به الحلال والحرام عما يعينه في طريقه إلى الله عز وجل هذا جانب من الأمر متعلق بأدب السؤال أما بعد ذلك وقبل ذلك أيضا حينما تريد أن تسأل دير نية أو تريد أن تبحث لنحن البحث في الدين سؤال مشي بالضرورة مشي لعند الفقه السؤال ممكن تقرأ الكتاب دير نية عند قراءة كتب الدين وعند سؤال علماء الدين وعند البحث في الدين نية تكون قبل السؤال وبعد ما تلقى الجواب عن السؤال وهذه النية هي السمع والطاعة لله يا رب العالمين تسأل وأنت تنوي أن تسمع من الله وتطيع أمره هدميا ينبغي أن تبيت قبل السؤال وأن تقع عند الجواب عن السؤال لأن اليهود قالوا سمعنا وعاصينا أكا قالوا بنص القرآن الكريم وقالوا سمعنا وعاصينا والعياذ بالله الله عز وجل غاضب عليهم بسبب ما عبدوا من العجل قبله وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم يعني ديك المد اللي عبدوا في العجل قال بعضهم أسبوعا أو ثمانية أيام وهي التي ظن بن إسرائيل أنهم سيعاقبون عنها يعني عندهم واحد الخلافة في الدين ديالهم إلى الآن ما زالوا يعتقدون بها وفي زمان النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدون بها بأنهم يقولون افتراءا على الله عز وجل بأنهم كلهم سيضخلوا للجنة لا يوجد شيء يهود وزوح 8 أيام في جهنم قالوا هذه 8 أيام هذه هي المدل اللي عبدوا جددهم في هذا العجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة غيس إمانا جهلا وافتراءا على الله عز وجل ولذلك هم يتغون في الأرض في عجل كي يقولون يعني جهنم داخل لا داخل لا وخرج منها خرج منها غديل الجنة إيدي رأى حمراء جمراء ما كيهم موج ولذلك فأكثر جرائمهم هم على غير بني إسرائيل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمميين سبيل كي قصدوا غير اليهود غير اليهود يعني قتلوا خدعوا ديرلوا اللي بغيت رأى ربي ما يحسبوش على هذاك وهذا افتراء لعنهم الله افتراء عن الله عز وجل إذن المشكلة لدي البني إسرائيل أنهم يقولوا سمعنا وعاصينا لأنهم ضامنوا النار وضامنوا الجنة بعد ذلك فيسمعونا ويعصونا ربهم أشد التمرد أن يتمرد العبد على مولاه إذن لن يلقى إلا الحرب من سيده ولن يلقى إلا الغضب من مولاه وذلك الغضب هو الذي نزل على بني إسرائيل وباء بغضب من الله والعياذ بالله نعوذ بالله من غضبه ومن نقمته ونسأله رضاه السلامة والعافية الصحابة وقع لهم مثل ذلك ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أنقاذهم والنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحيم بهذه الأمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام كان نبه في اللحظة الحسين كما وقع في ذات أنواط ولم يحصل أن الصحابة فعلا عبدوا سنن بعدما جاءتهم الهداية ولله الحمد مرة نزل من القرآن أواخر سورة البقرة وذلك قوله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله هذا الشاهد هذه صعيبة عرفت المعنى ذي لذلك وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني ذلك شلي يضرك في بالك لا خرجته تحسب عليه ما خرجته تحسب عليه صعيب جدا من يستطيع أن يتحكم في وساوسه من يستطيع أن يتحكم في هواجسه لا أحد يستطيع إطلاقا ما كيش شيء واحد على وجه الأرض اللي يقول أنا هذا الشيء اللي يضرك في بالي مية في المية ما يكون إلا الخير الشر قاعد يجيني للبال إطلاقا كلنا بن أدم يلقي له الشيطان مرة مرة فكرة خطرة ديالشي حاجة خيبة ولكن المؤمن لك يقول لها جعلها له عشر حسنات فلما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو إلا بينت اللي في خاطرك يحسبك به الله وإلا ما بينتش اللي في خاطرك يحسبك به الله وحلو الصحبة فازعوا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الخيرة لله حين إذا يعذب من أراد أن يعذبه لأنه نوى بالقبل النية خاطر له لأنه النية والخطراء بختلف الخطراء تخطروا بالبال غيك يجيك البال الشر غيك يجيك البال تغذي ما كتعرفوا من نجاك النية من اللي تبدأ تخطط له هذيك نية من اللي تبدأ تخطط للشر عندك النية دي الشر قبل ما تخطط له ولكن غيك البال تسمى الخطراء من خطرات إبليس وسواس فإذا كل ذلك يدخل في قوله تعالى وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه أي حاجة في نفسك وفي النفس تكون النية وتكون الخطراء يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال والله على كل شيء قدير زي ما ما يجيب لكش البذرة غير الدول في خاطرك طاق بحل برقره ما سقل أحد الخبر لا الملائكة ما يسي قراش الخبر ولكن الله تعالى سقل الخبر وسجلها عنده سبحانه وتعالى يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى فالصحابة وحلو وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله يحاسبنا ربنا بخواطر أنفسنا إذن نهلكوا يا رسول الله مشينا ما بقى حد داخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم نبههم وقال عليه الصلاة والسلام قولوا سمعنا وأطعنا معاملكة هدرون تمارا رب العالمين هذا رضوا البال لا يسحب لك هذا البشر بغي تناضر أو نقبة إنما هذا الله عز وجل رب الكون تأدب في سؤالكم قولوا سمعنا وأطعنا أشجه البال النبي صلى الله عليه وسلم جاء البال إسرائي دعو لنا ربك دعو لنا ربك جاءوا تهم أبغوا يحتجوا ويطلبوا التخفيف لا قولوا سمعنا وأطعنا هذا اللي أولا بعدها عاد تطلب أول شيء الخضوع والطاعة لله ما كلف ذلك الشي اللي يعطاك ربهم تكلف قول أولا سمعنا وأطعنا وطلب الله السلام بعد ذلك والله عز وجل ما غدي شيء يكلف كفور الطاقة لأن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم فالصحبا كانوا مأدبين مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم وكيقتدوا به لأنه اللي يعلمهم كيفاش يتأدبوا مع رب العالمين قالوا قالوا الصحبا قالوا سمعنا وأطعنا فحينئذ نزلت الخفيف وهو تتمة ما جاء بعد من قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثبتها الله عز وجل في القرآن الكريم وأنزل عليهم التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ما تخافوش ربي تعالى ما يكلفكمش في القطاقة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني احتدرها لها ما كسبت اللي كسبتها من عمل الخير فهي لك حسنات وعليها عليك ضدك ضدك ما اكتسبت فالكسبو عملو الخير وليكتسبو عملو الشر احتدرو رأى الشر بعيد عليك تنويه ما كين باس تمشي تجيبو حصل لباس فعلا هناك الباس وعليها ما اكتسبت حتى الدراء فنزل تخفيف وهو تخفيف الرحيم لطيف من لدن رحيم بهذه الأمة رحيم بالناس سبحانه وتعالى كل ذلك إذن بني على هذا المعنى العجيب الجميل في الدين وهو سمعنا وأطعر أفضل ما قال الناس من العباد أن يقول العبد سمعناه وأطعر أن يخضع لله قبل السؤال وأن يخضع لله بعد السؤال فإذا حصل منه هذا فلا يكون في طريقه إلا مسدداً ومؤيداً ومرشداً من الله العلي الحكيم سبحانه وتعالى عمر العبد اللغدي بهذه النية وبهذه الطريق ما يحصل في طريق ديال العبادة بإذن الله عز وجل عمر هامة قبل المشكلة لأن الله عز وجل مهما تتعقد وتنغالق السبل أمام العبد إن كان مطيعاً الشرط الواحد هو الطاعة ما معنى الطاعة هو يعني خاضع لله خاضع بقلبه وخاضع بالعمل دياله سمعنا وأطعنا أربي تعالي فتح عليه الطريق وميتق الله يجعل له مخرجاً لأن التقوى حقيقة إنما هي تبييت الطاعة وعملوا الطاعة هذا التقوى لأنك تحضر ربك وكتضرب الحساب لما قام الرب العظيم ضرب الحساب للمقدار القدر ديالله عز وجل وما قدر الله حق قدره تلك أمة بني إسرائيل أما المؤمنون أما الصالحون من هذه الأمة فهم قد قدروا لله قدره الجليل العظيم ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه وعظيم سلطان يعني تقدير لجلال الله ولعظمته سبحانه وتعالى هذا التقدير يجعل العبد في مقام الطاعة في مقام الأدب راه العبادة معنى معنى خص يحصل في الدهن ديال الإنسان وفي القلب ديال الإنسان فإذا حصل هذا المعنى فكل فعل يتنزل عليه يكون طاعة والطاعة مقبولة عند الله عز وجل يعني لما يحصل في القلب ديالك هذا المعنى ديال أنك أنت بغي تعبد الله بغي الخضوع بغي الخشوع بغي الرضا ديال مولاك الكريم فأي عمال بعد ذلك يكون صوابا ويكون موافقا لأمر الله ونهيه وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تنزلوا على هذا المعنى عرف بالله راه هذا المعنى سيكون طاعة حقيقية لله الواحد القهار لأن هذا الفعل وقع على قلب خاضع خاشع قال سمعنا وأطعن يعني هذا القلب قال سمعنا وأطعن فإذن كل هذا استفدناه من قصة البقرة الموجودة في صورة البقرة ولنرجع إلى ما بدأنا الكلام به باش بدنا الكلام بدنا الكلام بأنه هذه القصة صغيرة في الآيات التي ذكرت والصورة كبيرة هذه الصورة تضمنت شطرين عظيمين هما الإسلام كله الشطر الأول العقيدة والشطر الثاني الشريعة الشطر الأول كله تقريبا في الحديث عن الخلافات العقدية التي كانت بين اليهود وبين النصارى وما خالف فيه اليهود النصارى وما خالف فيه النصارى اليهود وما خالفت الفرقتان أو الديانتان كلتهما فيه الإسلام وتبيان حقيقة الإسلام في حقيقة التوحيد وعبادة الله الواحد القهار توحيدا له سبحانه في ربوبيته وألوهيته وكمال صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى تقريبا الشطر الأول كل من صورة البقارة غادف هذه السياة بكل القصص التي وقعت وبكل الآيات التي نزلت ثم بعد ذلك جاء شطر ثاني من هذه الصورة يتحدث عن تشريع فيما يتعلقه بالحلال والحرام في أغلب الأمور التي جاءت في النصف الثاني من صورة البقارة كتعلق بهذا حلال هذا حرام هذا وجب هذا ماشي وجب وهكذا تشريع كل ذلك لا يقع من العبد موقع الطاعة إلا إذا كان على نية سمعنا وأطعنا فانبه على بني إسرائيل قبله أنهم لم يقولوا سمعنا وأطعنا بل قالوا سمعنا وعاصينا وتذكرت بزار دي القصص ديهم الجدلات مع موسى عليه السلام وكذلك ضلالات النصف ثم جاء بعد تشريع المفصل في الأمر مما يتعلق بالحلال والحرام من أمور الزواج والطلاق والرضاع وأمور البيع والشراء والعقود والديون وغير ذلك والجهاد والحج ورمضان من الصوم كل هذا الشيء تذكر وفصل تفصيلا عجيبا في سورة البقرة فعلا سورة البقرة يعني تعطي لصاحبها إمارة في الدين النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء من القبائل العربية كي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان كي يقلب على أقرأ الناس من القرآن يجعلوا أمير على هذه القبيلة لأنه عالي واحد الصحابي واحد المراجاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمعك شيء من القرآن قال له قل له بحالة خل له معي سورة البقرة وكذا وكذا ذكر له البقرة وذكر له صور أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تدهاش في هذه الصور الأخرى جاوبوا بسؤال قال له أمعك سورة البقرة خل له نعم قال له اذهب فأنت أميره سورة البقرة تكفي المؤمن والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان لأنها جامعة مانعة لأنها صورة مبنية على سمعنا وأطعنا فاللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا اللهم اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا اللهم إننا عوذ بك من أن نقول سمعنا وعصينا اللهم إننا عوذ بك من العصيان اللهم إننا عوذ بك من العصيان والمعصية اللهم إننا نسألك الرضا اللهم إننا نسألك العفو اللهم إننا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا أجمعين وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين